جماعة انا حواريكم مصيبة انا بسمية مصيبة لان بجد الفيسبوك بيهرج انه يفتح اوبشن زي دي او خاصية زي دي من غير ما يبلغ اي حد انا بصراحة اتصدمت انا شفت المنشور اونلاين بس ما كنتش مسدق لغاية لما دخلت شفت بنفسي ادخل عالسيتنج ده الفيسبوك ابليكيشن عالموبايل ادخل عالسيتنج دوس على سيتنج تاني هتنزل تحت شوية هتلاقي حاجة اسمها اوف فيسبوك اكتيفتي اوف فيسبوك اكتيفتي دي بيقولك ان هو خارج الفيسبوك هو بيعمل اكسس على اي سايت او اي ابليكيشن انت استخدمته عشان بيجمع معلومات عن السيطات دي انت كنت بتعمل ايه هناك طبعا انا دخلت على الهيستوري انا لسا مسح كل حاجة فجأت ان كل المواقع اللي انا زلت خلال الايام اللي فاتت وكل الابليكيشنز اللي انا فتحتها حتى ابليكيشنز بتاعة زي مثلا كوستا بتاع الكوفي كل الابليكيشنز اللي انا عملت اكسس عليها كان مسجله هنا يعني معناه ان هو كان بيعمل بيجمع كل البيانات عن المواقع اللي انا زلتها قبل كده وبيسجلها عنده في الهيستوري بتاعه وده طبعا حاجة يعني زي ما قلت صدمتني لان انا مكنش متخيل ان انا لقي كل المواقع انا دلوقتي عندي فاضية لان انا عملت كلير هيستوري عشان تفصل او تقفل الخاصية دي حتدوس على الثلاث نقط دولت اللي فوق وبعدين حتقول مانج فيوتشر اكتيفتي وبعد كده حتخش تاني مانج فيوتشر اكتيفتي الابشن دي كانت عندي اون اعملها اوف بيقولك طبعا انك انت كده حتفصل الخاصية دي طبعا ترن اوف وبالتالي ان هو كده فيسبوك ماقدرش يعمل اكسس طبعا اللي مدايق في الموضوع اي حد انا متأكد ان مافيش حد تبلغ بالخاصية دي انها تفتحت او جالنا اي تنبيه ان في خاصية زي دي شغالة هو الفيسبوك فتحها وشغالها مع نفسه وبدأ يجمع الداتا بتاعتك فخلي بالكم يا جماعة من الابليكيشنز اللي نازلة عندكم على الموبايل هي بتاكسس ايه وشغالة وبتشوف ايه بالزبط ودايما من فترة لفترة خش على السيتن بتاعت الموبايل بتاعك شوف الابليكيشنز اللي انت منزلها او البرامج اللي انت منزلها على الموبايل بتاعك هتلاقي فيها الابليكيشنز اللي هو البرنامج ده بيعمل اكسس على ايه على التليفون بتاعك ممكن تلاقي مثلا برامج زي مثلا اي برامج زي مثلا برنامج البنك بتاعي لقيته بي اكسس هو ليه ياخد الحق انه هو يقدر يفتح الميكروفون او يسمع اي حاجة انا بقولها على الموبايل بتاعي فخلي بالكم دايما اعملوا ريفيو للاكسس بتاعت الابليكيشنز بتاعتكم اللي نازل على الموبايل او لأي برنامج شوف البرنامج ده بياخد اكسس على ايه اللي بيحصل دايما ان بعد ما انت تعمل اوبديت لا اي اوبديتشن طبعا بيطلب منك اوبديت فانت بتعمل اوبديت هو اوتوماتيك بيبدأ ياخد اكسس لحاجات تانية هو حطها في البرنامج خلي بالكم وياريت تنشروا الفيديو عشان الناس تبتعز وتقدر تقفل الخاصية اللي ملهاش اي لازمة دي بسرعة شكرا